لمزيد من المتابعين ضابة لنا من الصنبول مصطفى القطار مراسل الغد يعني مصطفى يعني هناك منظمات حقوقية تقول بأن السلطات التركية تقوم بمطاردة سوريين حتى من يحملون الإقامة القانونية وبالتالي الهدف هو إخراج السوريين بغض النظر كانت إقامة قانونية أم لم تكن قانونية ما هي المعلومات لديك؟ نعم مرحبا وائل طبعا وزارة داخلية تركيا أعلنت عن خطة جديدة من أجل التدقيق ومتابعة جميع من يتواجدون في مدينة إسطنبول ممن يحملون هويات أو طبعا أوراق ثبوتية تسمى في تركيا الكيملك لغير محافظات سواء كانوا من السوريين أو من غيرهم وبالتالي تقوم وزارة داخلية باعتقال هؤلاء وترحيلهم إلى الولايات التي يسكنون فيها ويمتلكون أوراق ثبوتية تعيدهم إلى تلك المناطق لكن فيما يخص طبعا ما يمتلكون إقامات رسمية بالطبيعة الحال وائل هنا هؤلاء الأشخاص يتعرضون إلى تلقيق فقط ولن يكون هناك أي اعتقال من قبل السلطات التركية بحسب طبعا تصاريح الرسمية من قبل الجهات الحكومية هنا في تركيا طبعا الحملة مستمرة حتى هذه اللحظة تشمل بالأساس السوريين الذين لا يمتلكون هويات أو أوراق ثبوتية أو إقامات رسمية تؤهلهم من البقاء في إسطنبول من أجل إرسالهم إلى محافظات أخرى ترتئيها وزارة داخلية التركية وطبعا والي إسطنبول أكد بأن مسألة ترحيل السوريين إلى سوريا انتهت وبالتالي سوف تكون الخطوة الأخرى هي نقل هؤلاء الذين يتواجدونها في مدينة إسطنبول إلى وليات أخرى بحسب ما تره مناسبا وزارة داخلية التركية أكثر من 500 ألف سوري يتواجدون في مدينة إسطنبول وبالتالي هناك بالفعل استياء عام من طبعا الشارع التركي مصطفى أفهم من كلامك أن السلطات التركية تحاول معالجة المواضيع فيما يتعلق بمن لا يمتلكون أوراق قانونية وستقوم بمعالجتها وحل هذه المشكلة ولا يوجد ترحيل لهؤلاء اللاجئين السوريين لكن السؤال هو لماذا في هذا التوقيت تحديدا لماذا تأخرت السلطات التركية في عمل هذا التنشيط لوزارة الداخلية لمتابعة اللاجئين السوريين في هذا الوقت تحديدا أولا ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو ذكر بأن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ في تركيا هذا رقم واحد المسألة الثانية وزارة الداخلية أيضا ذكرت بأن لا تريد لتركيا أن تكون وجهة للهجرة غير الشرعية نقطة أخرى طبعا وهي نقطة مهمة وأساسية الكثير من الشكاوى تقدم من الأتراك بسبب تواجد السوريين ومطالب كثيرة من الشارع التركي من أجل ترحيل الذين يتواجدون على أراضي التركية خصوصا من السوريين من الذين لا يحملون أوراق ثبوتية وتحديدا من مدينة إسطنبول وبالتالي وزارة الداخلية التركية ربما ترضخ إلى هذا الضغط من الشارع التركي كما ذكرت الكثير من الشكاوى حتى على المشاريع التركية الموجودة في مدينة إسطنبول هناك كانت حملة سابقة لتغيير اللافتات من اللغة العربية للغة التركية باعتبار أن هذا الأمر مرفوض كذلك في هذه المدينة بالتالي هناك مطلب من الشارع التركي بتقليل أعداد السوريين موجودين في هذه المدينة وفي المدينة الكبرى إضافة إلى أسباب اقتصادية باعتبار أن الأتراك يرون أن السوريين قد أخذوا الكثير من الوظائف هنا في تركيا وهناك الكثير منهم طبعا الذين يعملون بدون العمل وبالتالي وزارة داخلية الآن تحاول تقنين هذه المسألة وبالتالي تلبية مطالب الشارع التركي ويرضاهه خصوصا في هذه الفترة بعد فوز المعارضة التركية بالتأكيد طبعا بمنصب مدينة إسطنبول وهناك استياء متزايد من قبل الشارع التركي شكرا جزيلا لك مصطفى القطان مراسل غد كنت معنا من إسطنبول على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لك